بائعة الكبريت حكاية من التراث الدنماركي في يوم بارد جداً بارد إلى درجة التجمد حيث ساد المدينة ظلام دامس كان الجميع مبتهجين طبعاً فاليوم هو يوم عيد والجميع يسرع إلى بيته محملاً بالهدايا أيها السيد تشتري علبة كبريت؟ أرجوك تشتري؟ علبة كبريت؟ كلا لا أحتاج عيدانا كبريت ولكن أخبريني هل تعلمين بأن اليوم هو يوم عيد؟ عجيب تبيع عواد الكبريت في ليلة العيد أرجوك يا سيدي اشتري علبة كبريت أرجوك سيدتي سيدي كبريت سيدتي أرجوك اشتري لم أكن أعلم بأن اليوم هو عيد أوه يا إلهي ماذا أفعل؟ كانت الفتاة بائعة الكبريت تحاول بيع أعواد الكبريت ولكن دون جدوى الريح تشتد ويزداد الجو برودة سارت وسارت ولم تجد أحداً يشتري منها حتى علبة واحدة إنها حق الليلة تعيد لهذا يبدو على جميع السرور نعم أريد أن أذهب إلى البيت لا أستطيع السير بعد إني جائعة جائعة جداً أوه يا إلهي لا أحد يشتري علبة كبريت إذا عدتوا إلى البيت سوف لي يغضب سيدي نعم سأذهب مع شدة البارد لا يغضب سيدي بالتأكيد لأن اليوم هو عيد أنا متأكدة إنه لا يغضب ماذا تقولين؟ عيد أنا خرجي واستمرني بالعمل هيا ولكن البرد شديد في الخارج اليوم عيد ولا يوجد أحد في الشوارع وحملت الفتاة المتعبة نفسها إلى الخارج لتواجه الريح والبرد السقيع وبدأت في السير مرة أخرى لا أحد في الشوارع من المؤكد أن الجميع يحتفل بالعيد أمام المدفأ وتتصاعد رائحة الطعام اللذيذ في كل أنحاء المدينة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وأخيراً وجدت الفتاة نفسها منهكة وغير قادرة على السير حتى خطوة واحدة ومفائدة السير لم يكن هناك أحد يشتري علبة كبريت البرد الشديد أتمنى أن أحصل على قليل من الدف سأشعل عودك كبريت هوداً واحداً لا يؤذي نعم لا يؤذي أبداً ما أدفأه إنه مثل المدفأ ما أرواح يا للرواح يا إلهي وانطفأ عود الكبريت فوراً وسحبت الفتاة عوداً ثانياً من أعواج الكبريت كان عود الكبريت هذه المرة أكبر شعلة وأكثر لمعاناً وجفءاً أرجوك لا تنطفئ أرجوك وصلت الفتاة من كل قلبها رأت الطعام الدافئ اللذيذ على شعلة عود الكبريت المتوهجة الجميلة وانطفأ كذلك العود الثاني من الكبريت أشعلت الفتاة العود الثالث فكرت الفتاة بشجرة العيد شجرة عيد كبيرة شجرة رائعة لم ترى مثلها من قبل أوه رائعة كانت الفتاة في نشوة كبيرة كانت شجرة جميلة وكبيرة ما دهونك؟ ما دهونك؟ ما دهونك؟ سأذهب لأرى أنها هدية أنها لي أنا أنها جميلة جدا سأفتحها لا تنطفئ وانتفأ العود الثالث واختفت شجرة العيد والهدية كانت الفتاة تحلم قالت لي جدتي منذ مدة طويلة عندما تقع نجمة يقال بأن أحدا ما قد مات جدتي العزيزة أريد أن أراك وفكرت كلما أشعل عود كبريت أرى الطعام اللذيذ وشجرة العيد ربما أستطيع أن أرى جدتي إذن ربما جدتي جدتي حبيبتي جدتي جدتي أنا سعيدة سعيدة كانت سعيدة جدا برؤية جدتها التي كانت الوحيدة المهتمة بها في الدنيا كلها جدتي لا تذهبي أنت تذهبين حينما ينطف عود الكبريت أليس كذلك يا جدتي أرجوك كل شيء يختفي حينما تنطفع الشعلة أرجوك خذيني يا جدتي جدتي خذيني معك أرجوك جدتي وصعدت روح بائعة الكبريت إلى الجنة بين أحضان جدتها الحانية وفي الصباح الصباح الدافئ يجعلك لا تصدق بأن يوم أمس كان باردا عندما أشرقت الشمس كانت الحياة تدب في المدينة من جديد وكانت بائعة الكبريت الصغيرة تغمد عينيها الوادعتين بهدوء وتحدث الناس عن الفتاة التي نامت نوما أبديا هي للمسكينة لقد أشعلت جميع أعواد الكبريت لتدفئ نفسها ولم يعلم أحد بأحلامها الجميلة بعض الناس تألموا عليها وهؤلاء هم الذين رفضوا شراء علب الكبريت ولكن لم يكن لدى الفتاة أي شعور مرير تجعاهم لأنها كانت في الجنة مع جدتها التي تحبها كثيرا